الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم وأن يبارك لكم في جميع أموركم وأن يستعملكم في طاعته وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم في هذا الحديث نهي المرأة عن السفر بدون محرم وهذا الحديث جاء بلفظ النهي المشعر بالعموم فإن حذف المتعلق في أساليب النهي يفيد العموم فيشمل هذا جميع الأسفار مهما اختلفت الآلات التي تستعمل في تلك الأسفار فإنه لم يفرق فإن سفر المرأة على أقدامها أو على الحمار أو على الجمل أو على الخيل وهكذا يشمل النهي إلى أسفار التي تكون على المركوبات الحديثة من مثل السيارات والطائرات والسفن وغيرها وقوله ثلاثة أيام هذا لفظ عربي يفسر بمقتضاء ما يفهمه العرب في لغتهم وقد كانوا يستعملون ذلك مريدين به مسافة معينة وذلك أنهم كانوا في أسفارهم يقطعون قرابة الأربعين كيلاً في كل يوم ومن ثم فإن مسيرة اليوم بحسب مفهوم العرب هي مسافة أربعين كيلاً وفي الحديث تحريم سفر المرأة بدون محرم لأن الأصل في النهي أن يفيد التحريم ولا يعني هذا أن ما سافرته وهي مخالفة لأمر الشرع في هذا يكون سفراً باطلاً بمعنى أنها لو سافرت للحج صح حجها مع إثمها وذلك لأن السفر عمل مغاير للحج وبالتالي فلا يكون النهي هنا مقتضياً لألفساد ولكن لو سافرت بدون محرم هل يجوز لها والحال هذه أن تقصر الصلاة قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد بأنها لا تقصر الصلاة حينئذ وقعدوا في هذا قاعدة بأن الرخص لا تناطو بالمعاصي وفي مذاب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز لها أن تترخص برخص السفر ولعل قوله أرجح وذلك لعموم الأحاديث والآيات الواردة في مشروعية قصر الصلاة في الأسفار ويبقى معنا ما يتعلق بالمسافة التي يعد الإنسان بها مسافرة فإن العلماء لهم خمسة أقوال في هذه المسألة القول الأول أن مسافة القصر هي مئة وعشرون كيلة وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وكان من احتجاجاتهم هذا الحديث في قوله لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم والقول الثاني أن مسافة القصر هي مسيرة يومين وتعني ثمانين كيلة وهذا هو مذهب لعمة مالك والشافعي وأحمد وسدلوا عليه بعدد من روايات هذا الحديث لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم قالوا فسمى مسيرة اليومين سفراء وسدلوا عليه بأثر وارد عن ابن عباس أنه عدل أسفار التي تكون سبباً للقصر فذكر منها عسفان وذكر منها بعض المواطن التي هي مسيرة يومين قرابة الثمانين كيلة والقول الثالث في المسألة أن هذا الأمر يرجع فيه إلى العرف فما تعارف الناس على أنه يعد سفراً قالوا جاز القصر فيه وما تعارف الناس على أنه لا يعد سفراً فلا يجوز القصر فيه واستدل أصحاب هذا القول بأن لفظة السفر لم يوجد لها ضابط في اللغة ولا في الشرع فرجع فيها إلى العرف كما هو الشأن في كل لفظ مطلق لم نجد له تفسيراً في الشرع ولا في اللغة والآخرون قالوا بل نحن نجد تفسيراً لهذا اللفظ في الشرع بدلالة أننا نقوم باستقراء النصوص الواردة في الأسفار فنأخذ منها والقول الرابع يقول بأن مسافة القصر تحسب بالزمان لا بالمسافة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة وقالوا بأن من سافر ليوم وليلة جاز له القصر ومن سافر لأقل من ذلك لم يجز له القصر ولذا عندهم أن من ذهب إلى جده سيجلس فيها يوم قالوا هو مسافر ولكن من ذهب إلى القاهرة وكان سيعود في نفس يومه قالوا هذا لا حق له في القصر والقول الراء الخامس يقول بأن مسافة القصر هي مسيرة يوم يعني أربعين كيلة وسدل على هذا بحديث أبي هريرة الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم وقالوا أطلق في هذا الحديث على مسيرة اليوم اسم السفر فدل هذا على أنه يسمى سفراء وسدلوا عليه بقوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم والضعن هو التنقل والأسفار فجعلها منطلقة من يوم ولعل هذا القول أظهر فهو أقل ما ورد في الحديث بتسميته سفراء وهو الذي يتناسب مع ظاهر آية سورة النحل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة هذا الحديث فيه تحريم سفر المرأة بدون محرم وفي الحديث أن مسيرة اليوم والليلة يطلق عليها اسم السفر مما يرجح القول الأخير وفي الحديث دخول الأعمال في مسمى الإيمان فإن ترك المرأة للسفر بدون محرم قد جعل مما يدخل في مسمى الإيمان ولذا قال تؤمن بالله واليوم الآخر وفي الحديث في الحديث التذكير بركنين من أركان الإيمان يترتب عليهما كثير من العمل أولهم الإيمان بالله والثاني الإيمان باليوم الآخر وفي الحديث أنه ينبغي بالإنسان عند إقدامه على الأعمال الصالحة أن ينوي هذين المعنيين أن ينوي استجلاب رضى الله وأن ينوي الاستعداد ليوم القيامة بذلك العمل وعن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر وجعل يهلل ثم لما على البيداء أهل بحج وعمرة جميعا وأهل الناس بهما وسمعتهم وكنت رديف أبي طلحة رضي الله عنه وهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة فلما قدمنا ودخل مكة أمر الناس أن يحلوا فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدن بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين كبشين أملحين أقرنين قوله صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة فيه أن من نوى السفر فلا يترخص برخص السفر حتى يخرج من عامر بلده وذلك لأن اسم السفر أطلق من الإسفار الذي هو الوضوح والظهور ولذا يقال سفور المرأة وأسفر الصبح وهذا لا يسلق على الإنسان إلا عندما يخرج من عامر بلده وقوله والعصر بذي الحليفة ذي الحليفة هو موطن الميقات لأهل المدينة وسمي بهذا الاسم لأن الوادي الذي فيه ذي الحليفة فيه شجر كثير يقال له الحلفاء ومن ثم سمي هذا الوادي بهذا الاسم وفي الحديث أن من خرج من عامر بلده جاز له الترخص برخص السفر حتى ولو لم يقطع بعد مسافة السفر لأنه ينوي أن يقطعها بعد ذلك وقوله ثم بات يعني بذي الحليفة حتى أصبح يعني صلى صلاة الفجر في ذي الحليفة وبعض أهل العلم استدلى بهذا الحديث على جواز بدء الإنسان لسفره بعد صلاة الظهر وفي هذا الحديث تأني الإنسان في أسفاره وعدم استعجاله فقد بات جلسا من العصر إلى الفجر في هذا الموطن وفي الحديث من الفوائد أيضا مشروعية ذكر الله جل وعلا في الأسفار وعند ركوب الدواب ومن ذلك حمد الله وتسبيحه وتكبيره وقد ترجم الإمام البخاري على ذلك فقال التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة وقد اختلف أهل العلم في وقت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الرواة قال لبى بعد الصلاة وقال بعضهم لبى بعد أن ركب على دابته وقال بعضهم لبى بعدما ركب البيداء والبيداء جبل صغير والأظهر صدق هذه الروايات جميعا وأنه لبى في هذه المواطن الثلاثة جميعا وكل قد نقل ما شاهده وفي الحديث التلبية والإهلال والإهلال بعد الصلاة المفروضة وهنا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة للإحرام ولذا قال طائفة بعدم مشروعية تخصيص الإحرام بصلاة خاصة به والجمهور على استحباب تحي أو سنة الإحرام واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت من ربي وأنا نائم فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة ولأظهر أن من صلى في الميقات أي صلاة سواء كانت مفروضة أو تحية مسجد اكتفى بها وأحرم بعدها ولا بأس على من لم يكن في وقت صلاة أن يصلي صلاة خاصة للإحرام وفي الحديث مشروعية أداء نسك الحج بنسك القران وذلك أن الحج يؤدى بثلاثة نسك نسك الإفراد بحج وحده ونسك التمتع بأن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ويتحلل ثم يحج في نفس السنة والنسك الثالث نسك القران بأن يجمع بين نسكي الحج والعمرة في نسك واحد فينويهما جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهلَّ بنسك القران على مقتضى هذا الحديث وفي الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية ولذا قال وهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة وفي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقلبوا النسك من القران إلى التمتع وذلك لمن لم يسك الهدي فأمرهم إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا ويقلبوا نسكهم إلى التمتع مما يدل على أنه يجوز للإنسان بعد دخوله في النسك في الإحرام أن يقلب نوع نسكه وبذلك قال فقهاء الحنابلة وقال الجمهور بمنع من أراد حج القران أو حج الإفراد من القلب إلى التمتع قالوا لأنه يقلبه من الأعلى إلى الأدنى وهو العمرة وحدها ولكن حديث الباب صريح في ذلك ولأظهر أن هذا القلب كان واجبا على الصحابة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل ما كان في أذهان الناس من منعهم من ذلك ولذا أمر الناس أن يحلوا بأن يطوفوا ويسعوا ثم يتحللون من عمرتهم قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على نسك القران لكونه قد ساق الهدي قوله فحلوا حتى كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أهلوا بالحج وفيه دلالة على أن الأفضل للمتمتع أن يحرم للحج في يوم التروية والضحى وبهذا قال الجمهور وقال الإمام مالك بأن المستحب أن يحرم بالحج من أول عشر ذي الحجة وقول الجمهور أقوى لحديث الباب وفي الحديث مشروعية نحر الهدي ذبح الهدي وفيه أن الإبل تنحر بأن تضرب عند ذبحها في وهدة الصدر لا في أعلى الرقب كما يفعل بالغنم وفي الحديث أن الإبل عند نحرها يستحب أن تنحر وهي قائمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نحر مئة من الإبل في حجته وكان منها سبع بدن بيده وحده قياما ثم بعد ذلك ساعده من ساعده حتى نحر ثلاثاً وستين ثم وكل في بقيتها غيره وقوله وذبح رسول الله فيه أن الغنم تذبح بأن يكون ذلك بتحريك السكين في أعلى رقبتها وقوله بكبشين أملحين أقرنين فيه جواز أن يذبح في الأضاحي أكثر من أضحية وقوله أملحين يعني فيهما سواد وبياض وقوله أقرنين يعني له قرون وفي الحديث استحباب أن يذبح لإنسان أضحيته وهديه بنفسه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلَّ ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبِّح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل وقال ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبِّح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما وقال نافعٌ كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفِض ويتوضَّ ولا يصلي حتى يصلي بجمع وقال أسلم كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيدٍ شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلَّ المغرب والعتمَة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جدَّ به السير أخر المغرب وجمع بينهما قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير وفي لفظٍ إذا جدَّ به السير فيه جواز التعجل في السير والإسراع في سفر الإنسان قوله يؤخر صلاة المغرب وحتى يجمع بينها وبين العشاء فيه أن المسافر يكون وقتي الصلاتين المجموعتين بمثابة وقتٍ واحد وبالتالي يجوز له أن يفعل الصلاتين في أول الوقت وفي أثنائه وفي وقت الصلاة الثانية ولو بعدها مضي وقتٍ من وقت الصلاة الثانية ما لم يخرج وقت الصلاة الثانية وأنه لا حرد عليه في ذلك وظواهر الحاديث يدل على أن المستحب اختيار الوقت الأرفق بالمسافر فإن كان سينتقل قبل بداية الوقت أخر الصلاتين وإن كان سيبقى حتى يدخل عليه الوقت وهو لا زال مقيماً فإنه يقدم الصلاة الثانية مع الصلاة الأولى وفي الحديث أن السفر من أسباب جمع الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية وفي الحديث أن صلاة المغرب لا قصر فيها وتؤدَّى ثلاثا وفي الحديث أنه يُستحب أن يُقيم الإنسان لكل صلاةٍ من الصلاتين المجموعتين كما قال بذلك أحمد وطائفة وبعضهم قال لا يُقيم إلا للأولى وحديث الباب ظاهرٌ في أنه يُقيم لكل واحدٍ من الصلاتين قال أحمد يُستحب أن يؤذِّن لهما بأذانٍ واحد وعند أبي حنيفة يؤذِّن لهما بأذانين وبعضهم قال يُقيم بلا أذان واستدلَّ بهذا الحديث ولكن الحديث هنا ليس فيه نفي الأذان وإنما فيه عدم ذكر الأذان وغير ابن عمر قد صرَّح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يُؤذِّن للأولى كما في حديث جابٍ رضي الله عنه ومن ثم فتُحمل الأحاديث بعضها على بعضٍ وفي الحديث أن التأخر ووضع وقتٍ يسير بين الصلاتين المجموعتين جائزٌ لا حرج فيهما وفي الحديث أنه لا يُستحبُّ للمُسافر أن يُصليَّ السُنَنَى الرَّوَاتِب ولا أن يتنفَّل بين الصلاتين المجموعتين وفي الحديث جوازُ أن يُصليَّ المُسافر صلاة الليل فقد كان ابن عمر يُصلي صلاة الليل في سفره ويبدُو أنه كان يأثرُ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الوقوفُ بعرفة للحاج وأذَّهَبُ إلى مُزدَلِفَة في ليلة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية جمع الصلاتين في عرفة ومُزدَلِفة وهذا محلُّ اتفاقٍ بين الفُقهاء للآفاقيين أما أهلُ مكة فقد وقع الاختلاف في هل لهم الحق في قصر الصلاة مع الاتفاق على جوازي أن يجمع بين صلاتي الظُّهر والعصر في عرفة وبين صلاتي المغرب والعشاء في مُزدَلِفة وقد قال الإمام أبو حنيف رحمه الله بأنه لا يُجمع بين الصلاتين إلا في هذين الموطنين لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا وقال الجمهور بمشروعية الجمع بين الصلاتي الظُّهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء في الأسفار وعند وجود الأعذار كالأمطار ونحوها قالوا وتخصيص اسم مُزدَلِفة باسم جمع لا يعني اختصاص المكان بجواز الجمع وذلك لأنه إنما سُمِّي هذا الموطن بهذا الاسم لكون الناس جميعًا يجمعون الصلاتين وفي الحديث من الفوائد أن ابن عمر كان يتوقَّف في الشعب الذي بين عرفة ومُزدَلِفة وهذا الشعب الآن تمرُّ به مجارِ عين زُبيدَة وقد كان ابن عمر يقف عنده فيقضي حاجته ويتوضَّى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان ابن عمر من مذهبه الاقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة والجبلة وكان يُخالِفُه بقية الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر فيرون أنه لا يُشرَع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما فعله على سبيل القُربة والطاعة وقول الجمهور في هذا أقوى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأفعال على جهة نية القُربة والطاعة فمن فعلها بهذه النية فإنه وإن وافق في الصورة الظاهرة إلا أنه مُخالِفٌ في الأمر الباطن والموافقة في الأمر الباطن أولى من الموافقة في الصورة الظاهرة ولذا فإن الصواب أنه لا يُستحب تعمُّد الوقوف في الشعب ولا قضاء الحاجة فيه ولا الوضوء فيه وصفية بنت أبي عبيد هي أخت للمختار ابن أبي عبيد والي العراق وقد تزوَّجها ابن عمر رضي الله عنهما وقوله بلغه عن صفية شدة وجع أي أنه لحقها شيء من الألم فأسرع ابن عمر من أجل أن يكون قريبا منها وفيه استحباب تأمُّل وتفقُّد الإنسان لحوائد أهله وفيه ما عليه سلفنا من الاعتناء بأهليهم وقوله فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق يعني الشفق الأحمر وذلك لأنه غادر عرفه إلى نزدلفه ثم نزل فصلَّى المغرب والعتمَة العتمَة اسمٌ للعشاء وهذا الوقت في الأصل وقتٌ لصلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء يبتدئ من غروب الشفق وفي الحديث أيضا حرص بن عمر على الاكتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي على راحلته حيث توجَّهت به يُسبِّح يُومِئ برأسه قبل أي وجهة توجَّه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة في الحديث مشروعية الصلاة على الراحلة بالنوافل والحديث عندنا مُطلق وقد قيَّدته الأحاديث الأخرى أنه كان يفعل ذلك في السفر والقاعدة عند الوصوليين أن الأفعال تُحمل على أقل مُحتملاتها فإذا أمكن حملها على السفر وحده قيل باختصاص ذلك بالسفر وقوله حيث توجَّهت به فيه أن المُتنفِّل على الراحلة لا يلزمه استقبال القبلة وإنما يتوجَّه إلى حيث توجَّهت به راحلته في سفره وفي الحديث أن من صلى على الراحلة فإنه يُومِئ برأسه للركوع والسجود وإنه لا يحتاج أن يُوصِل رأسه إلى ظهر دابته وفي الحديث أن الصلوات المكتوبة لا تُفعل على الراحلة ويجب النُزول من أجلها وفي الحديث دلالة على جواز التطوع في الأسفار وقد ورد في الأحاديث أن ذلك في غير السُنن الرواتب وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسًا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يُصلي على حمارٍ ووجهه من ذا الجانب يعني عيسار القبلة فقلت رأيتك تُصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله عين التمر مكان بين العراق والشام وهو في العراق من جهة الشام وفي الحديث الخروج لاستقبال أهل الفضل والعلم كما خرجوا لاستقبال أنس رضي الله عنه وفي الحديث يوازوا أداء النوافل على الحمار والدابة وأنه لا حرج على الإنسان في ذلك وفي الحديث أن من صلى نافلةً على دابته في سفره لم يلزمه استقبال القبلة وإنما يستقبل الجهة التي يتوجه إليها وفي الحديث سؤال الإنسان عن ما يشكل عليه أو ما رآه فلم يعقل معناه ولذا سأل أنس بن سيرين أنس بن مالك عن صلاته على حماره وفي الحديث أن الأفعال النبوية حجة وأنه يصح الاستدلال بها ولذا احتج أنس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك ولم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الحديث مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر وأن الناس استمروا على ذلك بعد عهد النبوة وفيه أن كثرة العمل لا يلزم أن تكون أكثر في الأجر دائما فإن اتباع السنة مع تقليل العمل خير من اكثار العمل بما لا يتوافق مع السنة فركعتين في الصلاة الرباعية في السفر خير من أرباع لأنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عدم استحباب صلاة التطوع في الأسفار وقد ورد ما يفسر ذلك بأن المراد به السنن الرواتب لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل في سفره وكان يتنفل على راحلته في سفره وفي الحديث مشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهان رضي الله عنها فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمانية ركعات فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود في الحديث مشروعية صلاة الضحى وقد ورد في فضلها حاديث ولا يلزم فيما كان فاضلا من العمل أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد يترك العمل لمراعاة أعمال فاضلة أخرى ولذا أثنى على صيام يوم وإفطار يوم ومع ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جواز التنفل في الأسفار وهذه الركعات الثمانة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانة بنت أبي طالب وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة هي صلاة الضحى لأنه فعلها في الضحى ولذا قالوا بأن صلاة الضحى قد تصل إلى ثماني ركعات بينما آخرون رأوا أنها صلاة خاصة بالفتح ولذا جعلوها سنة الفتح وعلى كل في الحديث مشروعية التخفيف في هذه الصلاة صلاة النافلة وفيه أن الركوع والسجود لا بد من إتمامهما في صلاة النافلة كصلاة الفريضة وفي الحديث دخول الإنسان على بيوت قرابته بإذنهم ومن ذلك دخول الإنسان على بيت ابنة عمه وابنة العم أجنبية يجوز للإنسان أن يتزوج بها ولذلك فهي تحتجب منه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء قوله كان يفيد الاستمرار والمداومة على ذلك ومما يدل على عدم استحباب إتمام الصلاة الرباعية في الأسفار وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر على الجمع بين هاتين الصلاتين في السفر ولذلك فالأفضل للمسافر أن يجمع الصلاتين إذا كان يتنقل في سفره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب في الحديث الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في الأسفار وفي الحديث أن المسافر إذا ابتدأ أو انتقل وركب قبل زوال الشمس فإنه يستحب له أن يؤخر الظهر مع العصر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن وقت صلاة الظهر لا يبدو إلا بعد زوال الشمس وفي الحديث أن الصلوات المفروضة لا تؤدى على الراحلة ولذا قال ثم نزل فجمع بينهما وفي الحديث أن من ابتدأ عليه وقت الصلاة الأولى قبل أن يرتحل فالمستحب في حقه أن يجمع بين الصلاتين في أول وقتهما وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان مبسورا قال كان بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قوله في هذا الحديث كان مبسورا ورد تفسيره بأنه كان مريضا بمرض البواسير وبالتالي قد يعجزه عن بعض أركان الصلاة وفي الحديث سؤال الإنسان العلماء عما يشكل عليه وعما يحتاجه من مساء العلم كسؤال عمران رضي الله عنه وفي الحديث أن الأصل وجوب القيام في الصلاة المفروضة وأنه لا تصح الصلاة القاعد وهو قادر على القيام لقوله صل قائما وفي الحديث أن من عجز عن القيام في صلاته جاز له أن يصلي وهو جالس وبالتالي يؤمئ بالركوع أما السجود فإنه يسجد لأن القاعد يتمكن من السجود وفي الحديث أن من عجز عن الصلاة قائما وقاعدا فإنه يصلي على جنب والجمهور على أن من صل على جنب أو صل مستلقيا فهما سواء وقد ورد في رواية تذكر قال فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا وقد نسبها بعض الحفاظ إلى الإمام النسائي رحمه الله ولكن هذه الزيادة ليست موجودة في السنن الكبرى ولا في المجتبى ومن ثم فلا أظهر أنها ليست في الصحيح ولذا عند جماهير أهل العلم أن الصلاة على جنب تماثل صلاة الإنسان مستلقيا ولم يفرقوا بينهما لكونهم لم يروا صحة هذه اللفظة وقوله إن صل قائما فهو أفضل لعلها فيمن كان يقدر على القيام لكنه يشق عليه أو يؤلمه وفي الحديث بيانوا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الأجر والثواب قيل بأن المراد في النوافل ولأن من صلى نافلة جاز له أن يصلي قاعدة وقيل بأن الخبر على ظاهره فيشمل النافلة والفريضة في العاجز عن القيام وقوله ومن صلى نائما يعني مضطجعا سواء على جنب أو كان مستلقيا وليس المراد به النوم الذي يذهب شعور الإنسان لأنه لا يتمكن من الصلاة حينئذ وفي الحديث أن المصلين يتفاوتون في وجورهم وليس أجرهم واحدا بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر